اشتركوا في القناة لشركات تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن إصدار هذا المرسوم من لدن سيد الوالد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يمثل الدعم والاهتمام الكبيرين من لدن جلالته لقطاع الشباب والرياضة بالمملكة وثمنا نأسموه جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء من خلال القرارات التي تساهم في مواصلة عجلة التنمية في هذا القطاع وأشاد سموه بالجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة من خلال المبادرات والخطط التي يطلقها سموه ومن بينها مبادرة تحويل الأندية إلى شركات تجارية والتي جاءت ضمن الأهداف التي رسمها سموه في برنامج استجابة والتي تتضمن رؤية سموه للنهوض بقطاع الشباب والرياضة بما يتوافق مع رؤى وتوجيهات عاهل البلاد المفدى أيده الله لمواصلة البناء والتطوير من أجل مستقبل أكثر إشراقا وتقدما في هذا القطاع الحيوي وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن إصدار جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لهذا المرسوم هو داعم رئيسي لتعزيز الخطوات نحو الاحتراف الرياضي مضيفا سموه أن هذا المرسوم سيشكل نقلة نوعية للأندية وسيدعم الجهود لبناء فرص من التعاون لدعم الاستثمارات والنمو الاقتصادي الذي ينعكس إيجابا على رفع مستوى الأندية وتقديم الأفضل للرياضة البحرينية ترجمة نانسي قنقر